اشتركوا في القناة على الاطلاق انا بيتكلم على جمهور النادي الاهلي وبالتأكيد طبعا ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني واللعبين متفقين على حالة عدم الرضا عن العرض اللي ظهر بين النادي الاهلي امبارح في مواجهة بطل نايجر وقبل ما نتكلم عن أسباب حالة عدم الرضا حابب الحقيقة أقول احنا بنشجع النادي الاهلي ليه ممكن حد يقول عشان هو نادي البطولات هو واحد من أكبر قندية العالم على مستوى التتويج وتحقيق الألقاب وده شيء كلنا متفقين عليه وممكن يقول حد تاني بسبب ثقافة الفوز حالة الفوز والرغبة في الفوز المستمرة اللي تعودنا عليها من أحسن نادي في إفريقيا وأحسن نادي في مصر وأحسن نادي يمكن كمان في الوطن العربي النادي الاهلي وده شيء برضو مفيش عليه خلاف لكن جزء كبير جدا من قرارك بانك انت تشجع النادي الاهلي هو حالة المتعة نحن نتكلم على عشرات الملايين ممكن تقول سبعين ممكن تقول تمانين مليون بيشجعوا النادي الاهلي في منهم عشرين لعبوا كورة وعيشوا الكورة وتنفسوا كورة والناس دي في منها كتير جدا عاش رحلة طويلة جدا رحلة عمر مع النادي الاهلي حفظة فرقه وحفظة مطشاطه وحفظة أهدافه وحفظة نجومه الناس دي الاهلي كان جزء من مصادر المتعة في حياتها المتعة اللي غابت وخليني أقول لحضراتكم أنه في التوقيت ده كنا مستنين أو أغلب جماهير النادي الاهلي كانت مستنية عودة المتعة من جديد آه حققنا ألقاب وحققنا انتصارات ومشينا مشوار صعبة في الظروف صعبة جدا كلنا عارفين وموافقين وفاهمين لكن الحقيقة كنا منتظرين مع عبدالية الموسم الجديد عودة المتعة من جديد لكورة النادي الاهلي وده اللي غاب عن مباراة الأمس الناس مزعلنا من النتيجة وفي أوقات كتيرة جدا الأهلي خسر فيها مطشاط لكن الجماهير كانت راضية لأنه حاسة أنه اللعيبة عملت على أهليها صحيح في أسباب منطقية لابد أنها تتاخد بعين الاعتبار منها عوامل الجو منها ارتفاع الرطوبة منها أرضية الملعب منها غياب فرقة كاملة عن النادي الأهلي وهي بتلعب بطل النيجر لكن في النهاية كنا بالتأكيد مستنين كرة أحسن من كده والمشكلة تاكمن فيه عنصر واضح وصريح أكرم توفيق اللعب المبارح اللي الظروف دي بالناس باره كلها ما كانتش موجودة وما كانتش مؤثرة الروح اللعب بيها المباراة كنا مستنين على الحقيقة من كل الجمنة في مباراة الأمس وغابت روح الفانيلا الحمرة الفانيلا الحمرة اللي بنقول عليها فانيلا تقيلة لأنها شايلة أو اللعب اللي بيلبسها شايل فوق كتافه أحلام وطموحات وأمنيات الملايين بداية صعبة وغير موفقة خليني أقول عليها ولادة متعثرة لكن الحقيقة اللي يمكن جمهور النادي الأهلي مش هيقبله وإحنا لسه بأول للسطر كده وإحنا لسه بنبتدي المشوار هي الأسباب والمبررات فكرة المباراة التي تكسب ولا تلعب فكرة اللعب التجاري اللي أنت بتكسب بيه أو بتحقق بيه نتيجة بدون ما تمتع وتعبر عن إمكانياتك اللي بيتهيالي هي إمكانيات كبيرة جدا الجيل اللي لعب المباراة دي بطل أفريقيا في نسختين متتاليتين والأسماء اللي تضفت على الفرق أعتقد أنها ما تسمحش بأي شكل من الأشكال وإحنا في أول الموسم أن إحنا نسمع أي مبررات أين كان نوحها وأين كانت أسبابها بتهيالي أنه علينا أن إحنا رجع حساباتنا كجهاز فني بالتأكيد ميستر بيتسو موسماني بيفكر في اللي جاي مش بس باتكلم على مباراة العودة لكن باتكلم كمان على الموسم ككل واللعيبة كمان محتاجة ترجع حساباتها عشان نرجع للتراك بتاعنا مرة تانية أتمنى أتمنى أنه البداية تكون مش بعيدة وأتمنى كمان أنه الماتش اللي جاي يكون مباراة مش هقول مصالحة لأنه الجماهير عمرها ما بتزعل من نادي الأهل الجماهير ممكن تزعل على نادي الأهلي لكن ما تزعلش أبدا من كيان النادي الأهلي ودايما مرتبطة ودايما في مسندة فرقتها ومسندة ناديها وده بالتأكيد شعور متفع عليه الأهلوية اللي بجد نقطة انطلاق تكون تصحيح ل ظروف كتيرة جدا أعتقد أنه كنا متوقعينها ما تكونش موجودة في المباراة الأولى يعني أعتقد أنه اللعيبة ارتحت بشكل كبير جدا من حالة الإجهاد ميسر مسماني جهز الفريق بشكل نوعا ما يعني يليكم ببداية مشوار بطل بيدفع عن ألقابه وأهمها طبعا دوري الأبطال كنا نتمنى أن البداية تكون قوية مش بس عشان خيافة موجهة فريق مش عايز أقول ضعيف ولكنه فريق مش مصنف فريق فريق مستوى أقل من العادي لكن كمان كنت بتكلم على فكرة انك انت تعلن عن رغبتك رغبة البطل في أنه يحافظ على لقبه وبداية تكون قوية عشان تعبر عن الرغبة دي نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي في مباراة الأهلي الأولى أفريقيا أمام الحرس الوطني بطل النايجر طيب نروح لعناويننا عشان حلقتنا النهاردة غنية بموضوعات كتيرة جدا ونبدأ عنوين الأخبار بالأهلي الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النايجر اتحاد الكرة يصرف مكافأة خاصة لكيروش ولعيب المنتخب بعد الفوز على ليبيا اتحاد الدولي يرفض تعديل ليحة النظام الأساسي تقارير ريال مدريد يدرس ضم محمد صلاح وليوفي يستضيف روما في قمة نارية بالدوري الإيطالي الليلة طيب نبدأ مع حضراتكم تفاصيل أخبارنا بعودة البيعسة البيعسة رجعت النهاردة الفجر تقريبا ساعة 4 ونص تقريبا بتوقيتنا هنا وصلت مطار القاهرة وبعد يعني بعد ما الفرقة وصلت ميستر موسيماني قرر طبعا أنه يكون فيه راحة لمدة 48 ساعة طبعا الرجل اتكلم على ظروف المباراة واتكلم على أنه فيه حاجات كثيرة جدا كانت يعني في اتجاه معاكس لفرقة الأهلي لكنه مش هيتكلم فيها واتكلم كمان على تقنية الفار واتكلم طبعا أهلي ليه ضرب الجزاء تانية بتاعة أكرم توفيق في نهاية المباراة ما تحسبتش ده شيء ورد جدا وخصوصا لما تكون بتلعب في إفريقيا برأرض لكن نقطتين مهمين جدا في مؤجد غيابات وردة جدا جدا لا أين كان السببب إيه قاف ممكن إصابة لقدر الله ممكن أين كان السبب مشاركة مع منتخبات سواء منتخب مصر أو اللعيبة المحترفين اللي بيعابوا مع منتخبات بلادهم أين كان السبب في مواجهة غيابات مؤسرة في مواجهة حالة إجهاد في مواجهة ظلم تحكيمي ده بنسبة للجمهور نادي الأهلي الأهلي قادر على تحقيق المكسب يعني عشان نحط الأمور في نصابها الصحيح الجمهور بيتابع مطشات الأهلي 90 دقيقة اللي بيقدمها نادي الأهلي الجمهور مش بيتابعها عشان يطمن أن الأهلي فاز ده شيء مطلوب وشيء منطقي وشيء بديه أي مباراة نادي الأهلي بيلعبها حتى لما كنا بنلعب مع بار ميونيخ في كاس العالم جمهور الأهلي منتظر أن الأهلي ممكن يعملها إن كان المنافس إن كانت البطولة أي مطش الأهلي بيلعبه الجمهور قاعد مستني الأهلي يكسب دي نمرة واحد لكن المكسب مش هو الهدف الوحيد أنا بقعد أتفرج على 90 دقيقة عشان منتظر من نادي الأهلي وجبة بس سناها مرة بالكتير مرتين في الأسبوع مستني أتمتع كورة في التالي 90 دقيقة الأهلي بيلعبها مستنيين فيها وبتهايلي أنا مش استثناء أنا قاعدة بالنسبة لكل جمهور نادي الأهلي يعني ما بقول ده أنا مستني كل الجماهير تبقى موافقة موافقة على كلامي لو الأهلي بيلعب ماتش 90 دقيقة أنا مستني 60 دقيقة على أهلي منهم متعة أمتع نفسي بكورة حلوة أشوف نجوم النادي الأهلي أشوف أمشي النادي الأهلي أشوف فكر وتكتيك وخطة تشبعني كوروين ده اللي الأهلي عودنا أوه إحنا حبنا الأهلي عشان كده إحنا ما حبناش الأهلي بس عشان هو نادي بطولات آه البطولات بالنسبة لنا مصدر فخر مباراة ممتعة اللعبة التجاري ده مش بتاعنا مش إحنا ما شفناهوش وما تعودناش عليه ممكن يحصل نفهم آه مباراة في 2 في 3 على مدار الموسم ظروف صعبة فريق بنواجهه محترم مرشح لأنه يكون منافس للأهلي على بطولة ظروف مباراة بتلعبها بره أرضك آه ممكن نلجأ لده كاستثناء مطشين 3 4 5 على مدار الموسم لكن عمره عمره وما كان أسلوب لعب النادي الأهلي وبالتالي كمان جمهور النادي الأهلي يعي رابط مستوى الفرقة بالأسماء اللي موجودة فيها واحنا ما شاء الله فرقتنا مليانة نجوم مليانة في كل الملاكز مليانة نجوم وكل نجم منهم ممكن يشيل فرقة لوحده على فكرة مستنين مستنين القماشة دي تطلع أو الماكهة ندي تطلع قماش بقى يعني ده وقت وبصراحة أنه واعتقد أن مستر موسيماني خد فترة كافية جدا هدم فيها إمكانيات كل لعب وخد مساحته في أنه يختار كمان صفقات على العموم أنا برضو وجزء كبير شريحة يمكن الأغلبية الكساحة مستنية الراجل ياخد فرصة كاملة وكمان اللعيبة الجديدة تدخل في التشكيل سواء إفريقيا أو محليا ويبين بقى مستر موسيماني بصمته بنسبة تبقى تجربة كاملة نقدر نشوف الراجل بيشتغل بأريحية كبيرة معها قماشة عظيمة جدا يقدر يطلع بيها كرة مفترض أنها تكون الأفضل على مستوى مصر وأفريقيا ومفترض أنها توصلنا بإذن الله لكل الألقاب خاليني أقول لحضراتكم روح للجنة طبعا اللي بتدير اتحاد الكرة اللجنة قررت أنها تصرف مكافأة خاصة للمدير الفني الجديد كارلوس كيروش ولللعيبة بخلاف اللي بتنص عليه اللايحة بعد طبعا المطشين الأخيرين اللي جمعونا بليبيا ذهابا وعودة أو يعني مباراتين حقق فيهم طبعا المنتخب فوس كان مهم جدا في توقيت صعب بتكلم على ظروف المجموعة وأنك أنت توصل للصدارة وبتكلم على تغيير جهاز فني فاللجنة قررت أنها تصرف تسعين ألف جنيه لكل لعف المنتخب بعد ما حقق الفوس في المطشين أنا طبعا مش ضد المكافأة الخاصة في في أي مناسبة ومع أي منتخب أو نادي لكن أتمنى يعني إنجاز التعبير أنه فكرة المكافأة الخاصة دي تتربط بشكل من الأشكال بتحقي الهدف الأساسي أنا ما كانش هدفي الأساسي أن أنا أوصل للفوس على ليبيا ولا هدفي الأساسي أن أنا أوصل لصدارة المجموع أنا هدفي الأساسي أوصل لكس العالم ساعتها ممكن بقى نعمل أكيميليتف كده نجمع فيه كل المكافأة الخاصة اللي هتقرر لجنة أنها تصرفها ونصرفها بعد ما نحقق الهدف الأساسي لكن فكرة التعامل بالقطعة دي والمرحلة أعتقد أنها لا تجوز مع منتخب بحجم مصر وما أعتقدش المكافأة هتفرق قوي مع اللعيبة يعني يعني نخلي الصرف في نهاية المرحلة أو مع تحقيه الهدف اللي هو وصول لكس العالم إن شاء الله وأعتقد أنه البداية اللي حصلت في مبورات العودة أمام ليبيا تقول أنه المنتخب ابتدى استعيد جزء كبير جدا من شكله ومن شخصيته ونتمنى أنه في اللي جاي مع مستر كيروش أعتقد تخلص من حالة الضغط أو التوتر اللي كانت مسبب بهله مرحلة ما قبل تولي المسئولية ترتيب مصر في المجموعة أنت النهاردة هتلعب المطشون اللي جايين مرتاح جدا عندك فرصة كمان تتفرج على اللعيبة على الهوى تشوف كل ومشت اللعيبة المصرية في ثلاث جولات من الدوري وبالتالي هتكون الظروف مواتية أنك أنت تقدم كمان أداء وشكل أفضل للمنتخب وهفضل مع الاتحاد المصري كورت القدم الحقيقة اللي أعلن النهاردة أن الاتحاد الدولي رفض تعديل لايحة النظام الأساسي نتكلم على فترة فضلة فيه أو مهمة عمل اللجنة قدامها تقريبا ثلاث شهور والنهاردة صدر بيان رسمي للاتحاد اتحاد المصري طبعا بيقول فيه أنه الاتحاد الدولي كورت القدم رفض الدخول في عملية إجراء تعديلات على لايحة النظام الأساسي قبل طبعا فترة تقريبا أقل من ثلاث شهور على نهاية التفويد اللي محطوط للجنة عشان تدير شؤون الكرة المصرية طبعا ده موضوع كبير هنفتحه الحقيقة في الفترة اللي جاية ونشوف تبعاته إيه خلينا روح لتقارير أوروبية وأنا اللي بيمكن بيتابع السادسة قلت لحضراتكم في حلقة الأربع اللي فات وإحنا بنتابع أخبار الكرة العالمية أنه في الوقت المعظم التقارير بتقول أنه خلاص في شبه اتفاق بين صلاح وليفر بول على التجديد قلت لكم هنا أنه لسه في باب دايق مفتوح ومنه من الوارد جدا تحصل مفاجأة المفاجأة دي اتكلموا عليها أو اتكلمت عليها وسائل علام والمواقع المختلفة منهم مثلا شبكة ESPN اللي قالت أنه ريال مدريد مهتم جدا 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 بأنه يعمل صفقة مع ليفر بول ينتدف فيها محمد صلاح وعارض في مقابل دم صلاح للريال مبلغ ضخم جدا ومعاه كمان واحد يعني في الصفقة واحد من أهم اللاعبين وهو إيدن هازرد اللي كانت يعني فترته مع ريال المتعثرة إلى حد ما فعرض أنه يدي هازرد إيدن هازرد نجم البلجيكي طبعا ونجم تشيلسي السابق لليفر بول ومعاه مبلغ مالي في مقابل طبعا أنه يحصل على خدمات الدولة المصري محمد صلاح وده مستجد جديد ممكن جدا ممكن وخصوصا بعد تقلق صلاح في فترة الأخيرة دي وعايز يعني إحنا دايما بنحن نقول عقل إيد صلاح عقل إيد صلاح عقل إيد صلاح عقل إيد صلاح أنا عايزكم تشوفوا يعني ممكن مش ناس كتيرة جدا حنا نتكلم طبعا عن دقة عنيفة جدا في وسائل الإعلام وأكبر نجوم إنجلترا جاري لينكر آين راش بتكلموا على إنه محمد صلاح هو أفضل لعب كرة في العالم في التوقيت الحالي بعد تقلقه الأخير مع ليفر بول في مواجهة واتفرد تعالوا نشوف العقلية بقى لعب كلام كتير جدا عن مفاوضات معنا دي وهل هيستمر لا مش هيستمر عروض بتجيله من بره أندية كبيرة جدا مهتمة إنها تضمه في ظروف طبيعية ورد جدا إنه اللعب ده مستوى يتأثر أو دي الشماع اللي بنسمحها كتير قوي عندنا في مصف إنه اللعب يخرج عن تركيزه نتيجة إنه جاي له عروض احتراف كتير جدا وبالتالي ما بيقدمش المستوى المردود في ظل ده كله بنكلم على نادي بحجم ريال مدريد وبنكلم على ناديها تانية كمان قبدت اهتمامها بصلاح في وقت من الأقوات وبنكلم على مفاوضات متعسرة مع أقدارتنا دي ليفر بول لتجديد عقده يقدم صلاح أفضل مواسمه في إنجلترا ويقدم مستوىات تبهر العالم كله دي العقلات ده جزء دي لمحة من اللامحات اللي بتأكد على أنه عقلات محمد صلاح هي السبب الرئيسي والأول في وصوله للمكانة اللي هو فيها النهاردة ميرور إنجليزية كمان اتكلمت طبعا أنه رامي عباس وكيل صلاح سافر لإنجلترا عشان يتابع المطش الأخير لريدز أمام واتفرد طبعا مع ليفر بول بشأن إمكانية تمديد عقل صلاح من عدو النهاردة في مباراة مهمة جدا ويمكن هتناقش فيها مع ضيفي في الفيديو كونفرس النهاردة نهاردة كلامنا على الكرة الإيطالية وانتظروا المباراة مواجهة نارية مش بس بين فرقتين من الفرقة الكبيرة في إيطاليا لكن كمان بين اتنين من أهم الأسماء في عالم التدريب بنتكلم على أليجري مدرب المدير الفني لليوفي وطبعا مورينيو المدير الفني لروما كوكبة من النجوم كلاسيكو إيطالي اليوفي حاليا بيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة ديبالا بيرجع النهاردة لليوفي ده بالتأكيد بيعزز من فرصه أما روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة مواجهة مثيرة منتظرة طبعا من عشاء الكرة نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم فيها السادسة طيب بداية كده لما أصبحت مجال خصب جدا للاستثمار يعني على سبيل المثال مش الحصر طبعا نادي زي منشستر سيتي نادي زي تشيلسي نادي زي باريس سان جيرما مؤخرا نادي زي الإنتر وقريبا جدا أتوقع أنه كتشوفه نادي زي نيو كاسل نجحوا في إحداثنا لنوعية كبيرة جدا وبقوا من أكبر وأقوى الفرق لما ارتبطت أسماء الأندية دي بظاهرها الجماهيري وحط تحت كلمة الظاهير الجماهيري دي مليون خط أحمر نجحت فيه أنها هتعمل تحول كبير جدا وتبقى من أقوى وأشرص الأندية واللي دايما مرشح الألقاب حصل مع تشيلسي في الدورة الإنجليزية حصل مع المانسيتي في الدورة الإنجليزية حصل مع البي أش جي وكلنا متابعين طبعا واللي بقى بي نفس وبقى واحد مصنف يعني واحد من أقوى الأندية الأوروبية حصل مع الإنتر السنة اللي فاتت طيب ده يفيدنا بإيه هنا يفيدنا بواحد من أهم المحاور اللي بتمنى أنها تتحقق في مصر عندنا هنا أولا هيكون لها مكسب كبير جدا على منظومة الكرة على الكرة المصرية على مستوى المنتخبات وهيكون لها كمان وزن تقيل جدا فيما يتعلق بمسابقاتنا المحلية فكرة أنه الاستثمار في مصر الاستثمار في الكرة في مصر يرتبط دايما بالأندية الجماهيرية وليست أندية الشركات ليه؟ لأنه فيه عنصر مهم وفعال جدا في نجاح المنظومة وهو الظاهير الجماهيري تفيد في أندية زي الترسانة المنصورة الأوليمبي القناة وغيرهم من النوادي كتير جدا اللي بتعدت تماما عن المشهد وأصبحت بتوعاني في حين أنها عندها مقاومات النجاح كنادي رياضي أو كنادي عنده فريق كورة يحتاج بس لفكرة المستثمر أنا بعرض لحضراتكم النهاردة تجربة من إيطاليا هي ممكن تكون التجربة الأحدث مع واحد من الأندية الكبيرة جدا والأندية التاريخية جدا وهو نادي جنوى من خلال استضافتي لكلاوديو أنا عفلي المدير الرياضي لنادي جنوى الرياضي والمرشح بالمناسبة كمان لمنصب الرئيس بداية طبعا شكرا لك على التواجد معنا وعلى مشاركتك معنا في السادسة في حقيقة الأمر يجب أن أشكر كل المسؤولين في قناة النادي الأهلي الذي سنحوا لي الفرصة بالزور على شاشة أحد الأندية الكبرى في أفريقيا اللي لم يكن الأعظم حسب الأرقام والبطولات النادي الأهلي شكرا لكم البداية في حديثي معاك هيكون مرتبط برؤيتك لمستقبل جنوى الإيطالي طبعا بعد ما اشترى نادي أحد المستثمرين الأمريكيين إزاي بتشوف مستقبل جنوى وخصوصا طبعا على المستوى الرياضي أمر هام جدا يجب على الجميع أن يعلم أن جنوى مرت بأزمات عديدة أزمات صعبة لنادي يعتبر من أعظم الأندية في إيطاليا وأقدمهم نادي جنوى الذي لديه قاعدة كبيرة جدا حول العالم ولاست في إيطاليا لكن نشكر الرب الذي أتى بالمستثمرين الأمريكان لكي ينقذوا الفريق لأن جنوى مع الرئيس السابق إنريكو بريتسيوزي مر بأزمات عديدة والآن جنوى ما زال يعاني من هذه الأزمة تعلم أن جنوى الآن في المركز السامن عشر للدورة الإيطالي بعد مرور سمان جولات إذا ما سألتني عن مستقبل جنوى بعد انتقال ملكياته للمستثمرين الأمريكان أنا متفائل جدا خاصة أن المستثمرين الأمريكان اجتمعوا ببعض الأساطير لنادي جنوى كنت واحدا منهم مع ماركو روسي ودييغو ميليتو وسيدخون الأموال من أجلس سمار في نادي جنوى وسيعودون النادي إلى قمة جنوى المعهودة أنت لا تعلم مدى أهمية جنوى في إقليم ليغوريا جنوى نادي عظيم لدي العديد من البطولات تسعة دوري إيطالي في زمن كثير من الأنديل أكثر شهرة من جنوى لا يملكونه أكثر من إثنين خلينا كلمك الأول عن أسباب هذه الأزمات وخصوصا أنه فيما يتعلق بالشق المادي كان جنوى الحقيقة مصدر لعدد كبير جدا من أسماء العبين الكبار وبالتأكيد كان فيه صفقات كانت ممكن تساهم في حل أزمات جنوى المالية يعني نتكلم على نجوم بحجم ميليتو وعلى بحجم بليجريني بحجم شعراوي ليه عانى جنوى لفترات طويلة جدا من أزمات مالية شكرا لك على هذا السؤال الهم جدا ماذا حدث في السنوات الماضية الذي حدث في السنوات الماضية أشياء كثيرة أغضابة جماهير جنوى الرئيس السابق وحجبة إنريكو بريتسوزي مع جنوى كما ببعا العديد من اللاعبين المؤمنين مثل إلدور شومدورف سبستيان فري ميجيل فلوزو بورتانوفا كريشيط ديجو ميليتو أكوا فريسكا سطرارو بنامونتي كان لديها العديد من الأموال أين زهبت هذه الأموال الطبيعي في عالم كرة القدم وعالم الإدارة عندما تبيع العديد من اللاعبين يجب أن تدخ هذه الأموال من أجل الشراء آخرين هذا لم يفعله السينيور إنريكو بريتسوزي الرئيس السابق للنادي أين زهبت الأموال الجميع في جنوى يتساءلون كما أيضا بطرد العديد من مجموعات الأولترا وكورفا نوردي للجنوى التي عادت اليوم في مباراة سسولو كأول مباراة أشياء كثيرة حدثت السنوات الماضية أدت إلى انهيار جنوى النادي العريق والنادي التاريخي أولهم والمسؤول حجبة رئيس إنريكو بريتسوزي ولهذا النادي قارب على الإفلاس وتم عرض النادي للبيع من كبر رئيس النادي بعد سؤاله أين زهبت أموال جنوى ثم جاء الأمريكان وقدموا عرض أراء ليس مغنيا بكيمة نادي جنوى لكن نحن مديونين بـ 80 مليون يورو اسمح لي أقف معك مع العرض في معلوماتي أو حسب معلوماتي قيمته 150 مليون يورو مع نادي تاريخي واحد من أكبر الأندال إيطالية ومع اللي أخذ في الاعتبار الأسعار الفلكية اللي وصلت لها نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي نحن نتكلم على رقم ضئيل جدا يعني كان فيه عرض الكيليا نمبابي من فترة مقدم من ريال وصل تقريبا لحوالي 200 مليون يورو إزاي نادي بحجم جنوى يكون صفقة المستثمير الأمريكيين في مبلغها 150 مليون يورو في حقيقة الأمر من ناحية المال والناحية الاقتصادية لا أستطيع التصريح من خلال وسائل الإعلام ولكن الجميع يعلم أيضا أنت تقول 150 مليون يورو إذن الأمور خرجت للصحافة وخرجت للإعلام لكن الجميع يجب أن يعلم أن عندما تمر بأزمة اقتصادية كبيرة قد طبيعة أغلى ما لديك بأقل الأموال حكبة إنريكو بريتسيوزي كانت من أسوأ الحكوب في النادي رغم أنه كما بباع العديد من اللاعبين لكن النادي مديون مديون بأكثر من 80 مليون يورو 80 مليون يورو لنادى عظيم مثل الجينو في هذه الأيام يعتبرون مبلغ هام وكبير أعلم أن عندك رغبة في الترشح على منصب رئيس النادي من وجهة نظرك إزاي ممكن يكون تصحيح المصار هل تنتظر من المستثمئين الأمريكيين أن هم يتعاقدوا مع صفقات قوية مدير فني على مستوى عالي هل تتوقع أن جينوى في الطريق الصحيح للرجوع نحو المنافسة وتحقيق الألقاب مرة تانية رؤيتك إيه فيما يتعلق بمستقبل جينوى يجب أن أكون صريح معك أنا مرشح من خلال الإعلام ومن خلال وسائل الإعلام التي قامت بطرح العديد من الأسماء لكن أشياء رسمية لم يصل إلي العرض الرسمي من الأمريكان لكي أقدم أوراك ترشح هو فقر لي وشرف لي مدينتي وفريقي وحلمي من أحلامي أن أكون رئيس نادي جينوى خاصة أن جينوى النادي وحب الوحيد لكن لم أتلقى شيء الرسمي من المستثمرين الأمريكان لكن وسائل الإعلام اليوم تداول اسمي بين المرشحين وهذا فخر لكيلاوديو أن يصبح رئيس لنادي جينوى وأقول لك إذا أصبحت الرئيس سأتغير أشياء كثيرة لأن أنا أعشك جينوى بعكس مدير نادي أو رئيس جاء من أجل الاستثمار وجاء من أجل الأموال وهذا الفرق بين لاعب سابق ومدير رياضي أن يصبح رئيس للنادي وأنت تعلم ماذا أهمت الشيء خليني أخذ وجهة نظرك في العلاقة ما بين نادي تاريخي ليه زهير جماهيري وعنده رصيد من البطولات مع مستثمرين عندهم القدرة على ضخ الأموال إزاي تنجح المعادلة من وجهة نظر كلاوديو أونوفري هي معادلة هي معادلة أهمة جدا ومعادلة كالتكون صعبة في البداية بالنسبة لمستثمرين أمريكان الأمريكان ليسوا كالعرب الأمريكان يدخون القليل من الأموال لكي يجلبون استثمرات لبلادهم من أجل أن يتم دخل عديد من الأموال داخل البنوكة الأمريكية وداخل جيوبهم بعكس العرب العرب يدخل عديد من الأموال ولا ينتظر النجاحات الأمريكان لهم تجربة كبيرة مع روما وقد رأينا روما ماذا واصل مع الأمريكان مع جيميس بالوتا الرئيس السابق لنادي روما فشلت التجربة الأمريكية بعد الشيء في نادي روما وتم بايع النادي إذن الأمريكان لديهم سياسة مختلفة عن العرب لكن المعادلة كيف تنجح المعادلة المعادلة أنت أتيت إلى نادي عظيم مثل الجين ويجب أن تستمع للإدارة ويجب أن تستمع للجماهير ويجب أن تستمع لرموز النادي هل أنت أتيت من أجل استثمار لأن هم ليس لديهم ما يخسرونه ومدخوا 150 مليون يورو هو سعر لاعب الآن في البورسا لكن المعادلة كي تنجح يجب المستثمير الأمريكيين أن يدخل عديد من الأموال من أجل شراء لاعبين ومن أجل عودة جينو للمراكز المؤهلة لدور الأبطال ما ينطبخ على جينو ينطبخ على كل الفرقة الإيطالية وعلى الكرة الإيطالية بشكل عام بعدما كانت كل الأندية الإيطالية منافس قوي على كل الألقاب الأوروبية تراجعت بشكل ملخوظ في السنوات الأخيرة لصالح أندية أسبانية إنجليزية أو حتى ألمانية من وجهة نظرك إزاي شايف أنه الدوري الإيطالي على مستوى المسابقة والأندية الإيطالية تقدر تسترجع وتستعيد القدرة مرة تانية على أنها تتصدر المشهد في أوروبا هذا موضوع من أكثر الموضوع أهمية موضوع دائما يتم توجيه السؤال لي متى ستعود الفرق الإيطالية للهيمنة على البطولات الأوروبية وهذا السؤال إذا أردت أن تسأله يجب أن تسأله إلى المسؤولين الإيطاليين أنا إيطالي لكن أقول لك الشيء أنهم أن إيطاليا تعاني من أزمات وفساد داخل أروقات الاتحاد الإيطالي بلد ليها الكثير من الصوابق التاريخية مشاكل الكالشو بولي ولكن الآن إيطاليا تحاول أن تعود عبر بوابط روبرتو منسين الذي قام بصنع وقام بعمل كبير مع المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا وفازة بها إيطاليا عادت الآن إلى الواجهة الأوروبية من أجل اسم إيطاليا البلد الذي فادت بربعة كأس عالم واتنين لليورو وأخيراً المركز السالس لناشونز ليج الدور الأمم الأوروبية لكن عودة الفرق الإيطالية للمنافسة على بطولات أوروبا مثل شامبيوز ليج والدور الأوروبي يحتاج للعديد نادي جنوال إيطالي بشكرك شكراً جزينا على التواصل وبعتذر لدي الوقت ده كان يمكن رؤية من قريب كده على واحدة من التجارب دمج الاستثمار في عالم الرياضة خلينا نروح لفصل ونرجع نتكلم على مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الحرس الوطني باطل النيجر والمواجهة المنتظرة يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في الستوديو مع ضيفنا في السادسة خلينا أقول لكم كمان وضيفة على واحد من الأرقام المرتبطة بتسجيل العيبة إن واحد من الأرقام الجديدة اللي اتحطت في السجل نجمنا المصري محمد صلاح هو تسجيل وثمان أهداف في ثمان مباراة متتالية وده ما حقاوش أي لعب قبل كده مع ليفر بول غير ستورج وتسجيل صلاح في المباراة اللي جاي إن شاء الله لهدف تاني يحط فيه المقدمة بدون منافسة نجمنا محمد صلاح الحقيقة مقدم موسم واحد من أجمل مواسمه الحقيقة والنهاردة الناس كتير جدا وشبكات ووكالات أنباء ونجوم كبار جدا على مستوى العالم ومدربين من العيار التقيل بيتكلموا على أنه صلاح بجد هو الأفضل في العالم تستاهل الحقيقة كده وأكتر كمان خليني أخد حضراتكم وأرجع لكم الموضوعنا اللي كنا بناها شوف في السادسة قبل الفصل فكرة الاستثمار والارتباط بالأندية الجامهرية ما فيش شك طبعا أنه المادة بقت عنصر أساسي واحد من العناصر الأساسية يعني في نجاح أي منظومة ريضية وخصوصا لما نتكلم على كرة القدم بالأرقام الفلكية الفلكية اللي وصلت لها الصناعة على مستوى العالم نهاردة بنسمع عن صفقات لعيبة عادي جدا بمية وخمسين ومية وسبعين ومية وثمانين وامتين كمان مليون يورو في صفقة تدفع في لاعب واحد فقط فتخيل حضرتك حجم الميزانية اللي بيصيرها فيها نادي يسعى لتحقيق كل البطولات ما هو بالتأكيد مش هيتمد على لاعب واحد بس وحتى قياسا بدا كمان لما تيجي تتكلم على السوق المصري تجد انه الاسعار ارتفعت بشكل كبير جدا وبقى رقم 40 و50 و60 مليون ده رقم عادي جدا في النهاية زي ما اتفقنا المادة الفلوس واحدة من اهم عناصر نجاح في المنظومة النهاردة لكن الاهم من ده هل الفلوس لوحدها تكفي بالتأكيد لا ليه واحنا مرينا وعانينا شوية من فكرة انك تلعب تلعب مطشاط لأسباب كتيرة جدا بدون جمهور يعني احنا بقلنا يمكن موسمين تقريبا بنتبع او تلاتة بنتبع مطشاط من غير جمهور طيب ايه تأثير ده على المتعة على حلوة اللعبة على المنافسة بالتأكيد بالتأكيد متفقين انه تأثير سلبي جدا والدليل النهاردة لما انت بتتفرج على مطشاط اوروبا دوليات الناس اللي بتتفرج على دوليات اوروبا او حتى على مطشاط وجود الجمهور في المدرجات عنصر اساسي من نجاح اللعبة ومن المتعة اللي بتوصل للمتابعين وبالتالي نرجع لموضوع طيب ايه قصة بقى الاستثمار والاندية الجماهيرية خلينا نتفق انه على مدار عشرة والعشرين سنة فيها اندية كتير جدا جماهيرية اندية بتمثل مدن او بتمثل محافظات وليها جمهور عاشق للكورة وكان سند وظهير للفرق دي بصرف النظر عن قدرتها على المنافسة وتحقيق الألقاب الاهلي لما كان بيروح يلعب في القناة او بيلعب في السويس او بيلعب في اسكندرية مثلا مع الأوليمبي او بيلعب مع اي نديجة او بلدية المحلة على سبيل المثال او المنصورة في المنصورة كان بتبقى مباراة بصرف النظر عن قوة الفريق ومركزه وترتيبه كانت مباراة بتبقى مباراة فيها منافسة فيها حماسة فيها قول زي ما تقول بتخلي اللعيبة دايما تطلع أحسن عندها وبتخلي الجبور اللي بيتابع المسابقة دي المنافسة دي مستمتع بحلوة المباراة وقوة المنافسة مع فريق ممكن يبقى في ترتيب الجدول في المركز الأول مع فريق تاني ممكن يكون بيصرع على هبوط لكن وده بيحصل مع الأهلي طبعا احنا تعودنا عدلة انه الأهلي هو البطل ودايما كله بيحاول ييجي قدام البطل ويثبت جدرته ويثبت قوته لكن في وجود جماهير وقيس على ده مش بس مطشط الفرق دي مع نادي الأهلي مع بقيت فرق الدوري تلاقي الدوري سخ تلاقي الدوري يعني فيه منافسة فيه روح الجمهور اللي ما بتغيبش على المدرجات دي بالتأكيد بتصبه في مصلحة المسابقة في السنوات الأخيرة تراجعت بشكل كبير جدا الأندية الجماهيرية وأنا ديت على سبيل مثال مش الحصر لأنه ممكن أرجع معك لوارا بقى سكة حديد أرجع معاك وراء زي ما أنت عايش تقول الأندية كتيرة جدا بعدت تماما عن المشهد وعن الساحة وبقى عندنا عدد كبير جدا من أندية الهيئات والشركات اللي للأسف صحيح عندها القدرة على ضخ تمويل على الاستثمار في فرق الكرة على أنها تعقد صفقات تخلي الفرق تقدم كرة محترمة جدا لكن غاب عنها واحد من أهم عناصر النجاح الجمهور وبدون جمهور ما بتقدرش بدون جمهور بدون المسندة والدعم والضغط في وقت ملأوات كتير جدا بيكون حافظ ودفع عند اللايب عشان تحقق وعشان تطلع أفضل ما عندها مش تطلع تحقق حاجة يعني لنا في ذلك مثلا تجربة نادي زي بيرامدز نادي بيرامدز على الرغم من أنه حقيقة نجح في عقد أنت لو بصيت لحجم الإنفاق المالي لنادي بيرامدز منذ تحول من الأسيوتي تحت إلى مسمى بيرامدز هتلاقي كم كبير جدا من الصفقات سواء لعبين مصريين كانوا نجوم في فرقهم وفرق من العيار التقييد زي الأهلي والزمالك أو حتى الصفقات من المحترفين في الخارج كبيرة جدا لكن كان المرضود إيه هو ده السؤال إزاي نعمل عملية الدمج بين المستثمر وبين النادي الجماهيري أو النادي الليه ظهير وسنة جماهيري أنا بتهأل دي معادلة على القائمين على الكرة المصرية أنا مش ضد الاستثمار ومش ضد أنديات الشركات ولا الهيئات على الإطلاق لكن بقول إنه دي حاجة لازم تتخذ بعين الاعتبار وإزاي قائمين على الأندية دي والقائمين على منظومة الكرة يحاولوا يدخلوا أو يربطوا بين الاستثمار وبين الأندية الجماهرية الكرة المصرية تستفيد والمسابقة هتستفيد والمتابع والمتفرج والمشاهد بالتأكيد كمان هيستفيد نكمل بقى ونستضيف كابتن أحمد عبد الفتاح وكابتن أحمد ردوان ديوفنا في السادسة ونتكلم معاهم على مطش الأهلي اللي فات ومطش الأهلي كمان اللي جاي وده الأهم بالنسبة لنا بس بعد الفاصل هيكون منطقي جدا لو قلت أو حللت يعني سبب رد فعل جماهير النادي الأهلي على أداء ونتيجة المبران بارح بالتوقيت ليه التوقيت لأنه الجمهور كان فتح صفحة جديدة يعني هو قفل الصفحة اللي فاتت بحلوها بامرها ببطولاتها بفرحتها بحتى أخفقتها وفتح صفحة جديدة منتظر فيها يبتدي موسم جديد بشكل قوي من الوارد أنه حصل لك مطبص نوعي يعني تبقى ماشي كويس جدا وتيجي في مباراة تروح منك كده أوتيجي منك كده فالجمهور بيعديها حصلت معنا قبل كده يعني مثلا سبيل المسال مطش سيمب في دوري الأبطال الأفريقيا السنة اللي فاتت برضو كان في نص الموسم بس الأهلي كان عامل مطشات حلوة فأفريقيا وقال الأخرف الدنيا يعني ما وقفناش عندها لكن في بداية موسم بتهالي دي أسرت وخلت الناس تقول أكيد في حاجة غلط فني مرتبط بخطة وتكتك وتشكيل ولا بدني بنعني من إجهاد تلاحم المواسم أو لسه الفورمة ما بيشف أحسن حالتها عشان بيبتدي موسم جديد ولا نفسي مرتبط بالحالة المعنوية للعيبة مرتبط بإيجاد الحافز مرتبط بروح الفنلة الحمرة زي ما نتكلم عليها مهم جدا نعرف ليه عشان نعرف نصلح إزاي ونعالج إزاي ونكمل إزاي وده هيكون محور كلامي مع ضيوفنا النهاردة نجو من نادي الأهلي كابتن أحمد ردوان وكابتن أحمد عبد الفتاح بيشرفونا النهاردة في سادسة بسأل خيري كابتن أحمد بسأل خير بسأل خير يا محمد بسأل نور مفتطة أني موجود معكم النهاردة نهارين الدنيا نهارين الدنيا هبتدي من مطش مبارح الناس كتير جدا زعلانة صحيح النتيجة مش والظروف اللي كانت مع الفريق متاخدة في الاعتبار الفرقة مسافرة نقصة فرقة كاملة يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تبقى منطقية لكن في النهاية الناس مش راضية عن الظهور الأول لنادي الأهلي في الموسم الجديد رأيك يا كابتن أحمد والله بسم الله الرحمن الرحيم الفكرة طبعا بداية موسم طبيعي بيبقى فيه مشاكل في الفرقة بيبقى لسه فيش تجانس بس زي ما حضرتك اتكلمت أن رد فعل خسارة الدوري وخسارة السوبر أنا مش حاسسها من اللعبة هي دي اللي مزعلة الناس كلها يمكن شوء يعني الأهلي لما بيخسر بطوله نحن بالموضوع كان بيبقى فيه روح أعلى من كده رد فعل اللعيبة حتى يعني غير بقى بعيد عن الجهاز شوية إن الموضوع رد فعل اللعيبة مش عارف ليه ضعيف مش حاسسهم إن هم خسروا حاجة يعني الموضوع بالنسبة لهم إن الدوري عادي ما مراحش ولا الكاس فدي لنا مستغربة شوية الحاجة الثانية مش عارف الشغل على الماتش ده أظن إنه هو كنا محتاجين نلعب ماتشات ودية أكتر من كده شوية يبقى فيه تجانب شوية يمكن دي أنا حاسسها أكتر حاجة اللعيبة اللي لعبت عبعد دي هي نفس اللعيبة لكابتر عبعد بقالها يعني موسم كامل لكابتر عب معاك إحنا بس السنة اللي فاتت كان فيه يمكن ضغطة كبيرة جدا وكان موسم يمكن مش موسم اللي فات واللي قابليه كمان لعيبة آه تاخد راحة آه بس لما تيجي تعد الموسم برضو لازم تعدها بماتشات ودية عشان تقدر تروح في حتة كويسة لان انت حضرتك بتشتغل في الحتة الفنية الحتة الفنية دي متقسمة للشغل كتير جدا معاك الكورة مش معاك الكورة ولاحظة فقد الكورة بتعمل فيها ايه وكور سابت حاجات كتير قوي بتاخد وقت طويل جدا فانت لو ما اشتغلتش عليها في التدريب وبعد كده طبقتها في ماتشات ودية التجانوس دا مش هتلاقيها هتلاقي اللي حصل امبارح يعني فدي اللي تتاخد ان شوية واضح ان ماتش واحد بس ودي اللي تتلعب مزنش ان دا كان كافي ان الصورة تطلع افضل من كده يعني الحاجة التانية برضو مش عايزين يعني نقصه عليهم بصراحة الملعب برضو انا كنت شايفه سايق شوية لكن هي فكرة الفكرة الملعب اللي احنا العبنا عليه مبارح دا افضل بكتير جدا من الملعب اللي احنا وجهنا فيه سوني داب بطل النيجر برضو في بداية العشرة انا لسه كنت اكمل حتى بس مع الجوضة الضعيفة بتاعت الفرقة التانية لما كانوا بيبداقوا من تحت كانوا بطلقوا بيطلعوا يوصلوا لك لغاية الجود لكن فكرة برضو الاستحواز شوية كان بعيد شوية عننا ودي مش حاجة يعني الطبيعي بيبقى الاهل اللي عارطون مع الاستحواز معاك حلول كتير جدا فان شاء الله المتشاط الجاية يبقى فيه تجانس اكتر من كده وفيها داقة ان شاء الله حسنا انا هتكلم معاك في اللي جاي وايه المطلوب من وجهة نظر كابتان احمد ردوان عشان احنا مش بس منتكلم على دول 32 في افريقيا احنا نتكلم عرب دات موسم مفترض انه الاهلي يعني جاهز فيه انه يفترس اي حد وده يكون سؤال كابتان احنا عرفتاح بقى فيه شعور عند كتير من جمهور النادي الاهلي انه احنا بنادي فرصة للفرق تتجرق علينا يعني اين كان مستواها مطشاط ممكن تبقى سهلة من وجهة نظر الجمهور قوي فتلاقي الفريق اللي بيلعب معاك ند للند انك انت تبقى متقدم حتى ولما بتقدمش احسن اداء في الدنيا بس تبقى متقدم والمباراة تحت ايدك وتروح منك في الدقائية الاخيرة دي برضو حاجات قلقى الناس ومدايقاها كابتان احمد بص محمد هو يعني انت برضو عايز اقولك ان المشجع الاهلاوي زكي مشجع الاهلاوي برضو بيفهم وعنده من المسم اللي فات فيه خلفيات حصلت بيحصل لافس السيناريو السنادي تعارف ان انا خسرنا الدور السنادي بنافس السنادي وبتع المباراة المباراة ماتشات كتير جدا لو بحنا متفوقين وانت بادئ المباراة بدأي جيدة جدا والتفوق ليك وجايب هدف والماتش مبهوش مشكلة خالص وتليجي تحسل بقى انت انت تدخل الفرقة في المباراة الفرقة ترجع يحصل تعادل الدور المسم اللي فات خسرت حوالي 12 او 15 بنت بالشكل ده كلها تعادلات بالشكل ده بتكون انت متفوق مش بتكون البداية مثلا انت خسران وترجع للمباراة فتبقى مبسوط ان انت رجعت للمباراة لا انت بتبقى كذبان وبعدين بتفرد في المكسب وده خسرتنا بطولة الدوري رجعنا بعد كده بطولة الكاس بطولة السوبر خسرت السوبر البطولتين دولة برضو خلت المشجع الهلاوي مفيش ثقة شوية مع الفرقة قلقه شوية في ردود افعال قوية جدا مع تمديد عقد مستر مسيماني وكلام كتير في العادة بتاعه هيعود هامشي فيه حاجات كتير فيه كلام كتير في وسط الفرقة بداية المباراة مباراة حاجات دي بتأثر أكيد طبعا أكيد طبعا بتأثر أولا على الجهاز الفاني أو مستر مسيماني نفسه وعلى الفرقة وتشكل الفرقة بداية كل ده كان في الإعلام بس يا كتن أحمد يعني كل ده الموقف اللي حصل في نهاية الموسم خسرت السوبر والخصم اللي حصل هزت مستر مسيماني شوية أنا حس إن إدارة النادي الأهلي حبت تديره الثقة بدت تتكلمه في تجديد العادي من دلوقتي معا إن الموسم لسه طويل ولسه فيه سنف عاعده فحبت تديره الثقة فلا إحنا إيه ده موقف حصل متمسكين بيك وبإن لأ إحنا عندنا ثقة فيك وإنت راجل واخد بتلطين أفريقيا وحاجة ما شاء الله يعني حاجة نتمنى أن تبتلت السنة دي تبتلت حاجة كبيرة جدا لفرقة النادي الأهلي فحبت تديره الثقة دي حبت تديره لأ إنت معانا لأ ما تفكرش إن إحنا منفكر أن هي دي النادي الأهلي أو مجلس دورة النادي الأهلي كابتل الخطيب يحب يدي الاستقرار للجهاز الفني وهو اللعيبة فهو ده اللي حصل قبل المباراة وبدأت فعلا وإنت نزلت المباراة على فكرة المباراة كانت سهلة جدا بس المشكلة إن النتيجة أو الهدف اللي أنت أحرصت في الأول هي اللي وصل الفرقة بالشكل جدا خلاص أنت جبت جون وحاست أن الفرقة سهلة هتكسب أي وقت اللعيبة في المباراة حصل فيها شوية ثقة زايدة يعني من وجهة ناظرة كابتل بضبط ثقة زايدة حسوا دي الفرقة سهلة حسوا أنه هيكسب أي وقت لأن بعد الهدف كمان ووصلت كرة وتديني الفراضات لكن أنت اللي دخلت الفرقة المباراة دخل فيك هدف وقابل الهدف كمان كان فيه أخطاء دفاعية غريبة جدا وفراضات لكن برضو كنت في المباراة إحنا مش بنتكلم برضو إن النتيجة النتيجة إيجابية واحد وحد دي نتيجة إيجابية أنا قلت الناس مش متضاقة من النتيجة لا مش النتيجة خالص نعم الناس مش متضاقة من النتيجة بس أتكلم على الأداء الأداء برضو عندك عوامل كتيرة بتوسلك الأداء إيه يا أنت لسه في داية موسم لسه تشكيل ما وصلتش تلعب بمجموعة 80% من المجموعة اللي موجودة من السنة اللي فاتت بس طريقة لعب مختلفة بعدها موجود أفشة مثلا بتلعب بطريقة 3 دي فندرات دي الطريقة اللي بتلعب بيها أنت لعبت الترجي بنفس التشكيل وهو ده ده الطريقة اللي أنت بتلعب بيها في أفريقيا ولعبت مع الترجي في أرضه وملعبه وعملت مط شوالة أروع أداءاً ونتيجة وهو ده الطريقة اللي عملها في ديئة 70 لما نزل بدر بنون وحدف أيمن أشرف في الجنب شغل وطلع علي معلوم دي ده الطريقة اللي هو بمستحبة لي وهو يعني برضو مستر موسماني أنا كمدير فني بحط السيناريو للمباراة لكن فيه ساعات بتقوم بمتغيرات وأنا كسبان أنا خسران كل مدير فني بحط السيناريو لكن هو مستر موسماني من المدير فني اللي ما بيغيروش السيناريو بالنسبة له بأي نتيجة ولوش دعوة الفرر ده بتلعب إزاي هو كان محضر التغيرات كسبان خسران متعادل كان محضر الأسلوب ده يلعب بالشكل ده حتى كابلا بندخل فينا جون كان مصمم ينزل بدر بنون ويخلي أيمن أشرف ودي معلول حرية يشتغل في الجاب مكان طهر محمد طهر فهو ده شو للفني انه هو كان محضره بيجرق بيزا طريقة مش عشان المطش ده لأ هو بيبص لقدام هو برضو عنده ثقة ان الفرقة دي مش هلع تعطل النادي الأهلي لكن فعلا شكل الفرقة مكانش كويس ما يطمنش ويحصل شغل عليها عشان صح مصار يعني مش عايز أكون قاسي جدا على اللعبين أو على الجهاز الفني ومدرك تماما انه فيه ظروف صحيح ممكن تبقى وقفة لكن الجمهور في النهاية مش السيزن ده بالذات يعني ممكن لما حصل خسارة الدوري على فكرة عمري مخسرت دوري يعني بتكلم عن الجمهور ان كان لها نعم عمري مخسرت دوري وما كنت الزعلان زي المسلم اللي فات الدنيا عدت لانه تأخذ سات فيه رصيد وفيه ظروف برق دينا يعني فيه حاجات من برق دينا خلتنا نوصل للنتيجة دي فمعظم الجمهور كانت قابلة ده لكن بتهيألي انه الظروف دي مش هتاكل مع الناس السندي لا لا خلاص مش هيس يعني الموضوع مش لو عدد السندي بنفس الطريقة بتاعت الفترة الأربع خمس شهور الأخرى لا طبعا الموضوع مش هيبقى ظريف خالص ايه الفكرة لو احنا جينا قسمنا بس الخطوط بتاعتنا احنا عندنا احسن جون في أفريقيا عندناش مشكلة خالص عندك فرقتين كابتن أحمد عندك فرقتين لو نزلت بيهم في أفريقيا بس لما بدر بنومن بيبقاش موجود انت خروجك بالقرى بيبقى صعب عشان بس نبقى نبص حتى مبارح على الشغل وبدر موجود في الملع الموضوع بيبقى مختلف خالص مع بتر تمام فده ده ركنة أساسي في خط في الحتة اللي تحت لو هو موجود الدنيا بتبقى سهلة جدا وخرج القرى بيبقى سالس ومعاك الاستحواز على طول لان انت بتخرجش بطويل انت بتخرج على الأرض وبتقدر تطلع بدر عنده الحتة دي هايلة فيها بصراحة عندك مشكلة اللي بعد كده عادة موجود أفشة بزبط واحنا اتكلمنا ان انسانة اللي فادت بنقول ان احنا لازم أفشة مش موجودة جماعة لازم حد وراه خصوصا لما انت بتيجي بتغير الطريقة وبتلعب بتلعب ثلاثة فلاحات في نصف الملعب انت ما عندكش اللي اتنين اللي بيلعبوا تمانية وبيوصلوا للجون يعني حضراتك لو جيت بصيت كده على على الأرقام بتاعت انبارح حالك بتتكلم على سكوارد بسيزن اللي فات مش بالتدعمات الجديدة انا جاي على التدعمات بردو بس انا اتكلم بس انا بتكلم لو بصيت حضرك على السولية السولية ده بيلعب المفروض مبارح بيلعب تمانية وديانج بيلعب تمانية وتحتهم حمدي المفروض الاتنين دول بيوصلوا للجون كتير جد لو حضرك بصيت كده هتلاقي ديانج استلم الكرة في الثانتاشر في الخصم فالاتنين المفروض اللي بيوصلوك للجون دول ما بيخشوش الثانتاشر فانت بداية مش قادر تبدأ صح تطلع كرة في نص الملعب عدم وجود قفشة عاملك فلازم كان يبقى في حد وراء قفشة في التدعمات الحاجة بقى الخطرة جدا واللسه الغير دلوقتي لسه مش قادرين نحققها الاتنين الوينج بتاعك او الطرفين بتوعك والرجل التاني بتاع الزمالك داعب عايزين عايزين نوعات دي مفروض السنة دي انت مبدايا عندك يعني الشحات طاهر كهربا كأسماء مفترض ان ثلاث لعيبة عيارة قيل دخلت عليهم بيرسيتاو دخلت عليهم ميكسوني ميكسوني كمان عنده ميزة الرجل دانا خمسة خمسة بيت نفسه بيت نفسه على مركزين وممكن نحط معهم عبدالأحمد عبدالقدر على فكرة كمان وممكن عمار يلعبها صلاح محسن طبعا صلاح على فق حقيقة عامل سيزن لفات ولا أرواح يعني فانت بتكلم على سبع ثمان لعيبة كلهم الحقيقة عندهم مقاومات يبو جناح نادي أهلي بيت نفسه على مركزين ميكسوني ده انا اتفرجت ماتشات ودية وصلت التيم بتاعك اللي انت هتشتغل عليه طول السنة لا هذه الفكرة انت لعبت مع غابة لا عليش انا ياسف طبعا فرقة يعني متوضعة جدا لازم كنت تلعب على الأقل قبل الماتش ده لعبت 3-4 ماتشات ودين ومع دوري ممتاز عشان تقدر تقيس اللعيبة وتقيس الناس ما عملتش ده انت انت عندك افريقيا وراها 3 ماتشات دوري وراها معسكر منتخم وراها 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 مشكلة التحمة مش هتلحق يعني انت عندك عدد من اللعيبة العدد ده عدد تبير ومش عدد صغير طبعا انت ممكن تلعب النهاردة ماتش ودي وبكرة ماتش ودي بنس تنين خالص ها دي الفكرة فلكن انا بتكلم على الانسجام هيجي ها دي الفكرة والمشاكل اللي عندي من 3-4 شهور حتى الناس اللي جات اللي احنا عمنا بيها طبعا عشان نبقى منظمين يا كابتن احمد خلينا ناخد النقطة ديوني انت شايف ان الفرقة محتاجة انسجام اكتر محتاجة تجانس اكتر والتدعمات تبان في الشغل يعني احنا جبنا حد في الطرفين اللي فوق احنا اشتغلنا عليهم طيب عملنا ماتش ودي هم مقيدين افريقيا لا مقيدة موضة اللي بتكلم علي انت عاملين تكلم لا دول حسابات دول حسابات في الدوري دول حسابات دول حسابات افريقيا انا بتكلم على السنة على السنة تكلم على الموسم كلنا مداء وعامل اكيد ايه مطلوب من مستر موسماني عشان في ظل انه مفيش عندك يعني الوقت مش رفاهية بالنسبالك الوقت بالنسبالك دوقتي خلاص انت دخلت النوسم ومضطر تكمل بدون توقفات او بدون يعني ما بقى عندك مساحة انك انت تعمل الشغل اللي كابتان ما تشط ودية وتجرب هنا وتجرب هنا وتخلق حالة الانسجام ايه المطلوب من وجهة نظر الكابتان احمد اول حاجة طبعا اللعبة لازم تفوق الثقة تتكلم كتير مع اللعبة حاجة من وجهة نظرنا لازم موجود مدرب عام مع مستر مسلماني اذا كان هو حد يصغ فيه من برد امريكا جايب او نجمي من نجوم النادي الاهلي عندنا ناس ما شاء الله يعني لو اتكلمنا هللاقي ناس كتيرة جدا انتما موجود مع كابتان سامي اومصان بصراحة الجهاز محتاج تدعيم شوية على فكرة لما يكون مدير فني قدامه كذا حد او مساعد فيه نقاش دي بتبتقل الجهاز الفني حتى لو فيه اعتراض حتى لو مدير فني بيقول حاجة النجاح نجاح اي جهاز فني بالاعتراض اول نقول لك انت مدير فني لا انت خلي بالك عشان فيه مشكلة الحاجات دي بتولد جهاز فني قوي انا شايف انه لا احنا محتاجين حد في الجهاز الفني الناد الهلي يكون قوي شوية طب اكاب سامي حاجة الله واجبر يعني مش عايز نجم كبير وعمل نجاحات كمان على فكرة برا المدير فني ببليء سبع أسست فده ما بيقللش نهارده منشوف فيه ناس فيه أسست للهجوم فيه أسست للدفاع فاحنا محتاجين عندنا اخطاء دفاعية غريبة جدا بيحصل بيخش فينا هدف تسأل حد يعني بعيدا عن الفنيات حد تقول له الأهلي ايه لك عندنا مشكلة في اللمسة الأخيرة يعني ممكن انكم بنوصل كتير ونخلص وعندنا مشكلة في غياب التركيز بتستقبل أهداف كتير جد بس عايز أقولك فيها برضو أهداف لو بصيت فيها فيها في حاجات فيها عدم التوفيش وفيها بعض السرحان فيها عندك عدم التركيز بالذات انت لاحظت ان التعدلات كلها كان يبقى في الآخر لان يبقى مجهدة ويجيين من برطولة صعبة ويجيين مطشاة مطلحقة فالعين بيجي آخر المباراة وانت كذبان تركيزك بيقل غير لما بتكون مثلا زي مواطش الانتاج الحربي وانت متعادل وعايز تكسب التركيز بيعلى يا بص اللي انت بتقولك بتنحمد منطقي جدا ومفهوم جدا لكنه في النهاية بالنسبة للجمهور مش مقبول معناد الأهلي لا يقبل إلا الفوز المعادلة بيانك انت ما تبقاش بتقص قوي على الجهاز الفني وعلى اللعيبة وبينك انت لازم تتكلم عن الجمهور المعادلة دي يعني محتاجة حد يقربها عايز برضو يعني فيه أماكن معنا في الملعب لازم يجب لها البديل أفشا لازم يكون اللعيب اللي بيكون حد كنت معك في برنامج كده كنا بنتكلم على ناصر ماهر وانك لازم ناصر مري ياخد فرصة مثلا ناصر خلاص دلوقتي في الفيوتشر لازم دلوقتي يبقى البديل لأفشا مين اللي يلعبها ممكن عمار يلعبها ممكن ممكن الطريقة تختلف يبقى الاثنين فرودين فأفخار كتير جد الفكرة تقول لها النص الملعب ده فكرة التلاتة دي لها كذا شكل يعني بتلعب باثنين وواحد بتلعب بثلاثة ثلاث بتلعب بواحد واثنين فأنت لما أفشا ده مش موجود ممكن تيجي بتحط بديل أفشا مقدرش يشتغل وبمناسبة كلامك معلش أنا قاسف أحلى مطشط الأهل اللي لعبها كان بواحد باثنين يعني فأوقات كتيرة جدا لما النتيجة مكادش بتبقى صلاح ويجي مستر المسلمان يغامر في الربع الأخراني من المباراة ويلعب واحد واثنين أحلى كرة كان بلعب الأهل بديل أفشا مش هيقدر يقوم باللي بيعمله أفشا أكيد طبعا فإحنا ممكن نعمل سناني تاني خالص أنه تلعب يعني مين اللي بعد أفشا في الأهل اللي هيقدر يعمل 70-80% من اللي أفشا بيعمله بس بقى إحنا سرحة لازم برضو ده دي كورة مفيش حاول هو مع ناصر أو ما حاولش الله أعلم إيه اللي حصل لازم لو هتلعب بستة يبقى الاتنين اللي قدام يقدروا يقوم بالشغل اللي بيعملوا عشر بلاش أفشا يعني برقم عشرة أمو هل أنت معندكش الاتنين دول لأ عندك يعني هل أنت معندكش اتنين صناع يلعب قدام الراجل بتاع ستة أنا شايف أنه عندك أربعة ممكن العمل عندك يلعب بس الفكرة لازم يتحضروا يعني يتحضروا زي ما احنا قلنا بالتدريبات ومتشات ودية وطبعا بعد كده متشات رسمية لكن أنا بتكلم على يعني من هنا الاربع خمس شهور قدام الشكل يبقى عامل إزاي هيفضل الشكل ده الدنيا مش هتبقى كويس يعني الأداء أنت تلعب فرقة ضعيفة جدا هتيجي بعد كده تطلع على دور تاني هتلاقي الموضوع بيبقى أصعب شوية بتروح لفرقة أقوى هتيجي في الدور الناس كلها حفظين وعارفين بيقفلو لك تحت ويطلعوا قدام التمنتشر ويقفلوا هتحل ها ازاي نفس القصة هتبقى عندك حلول ولا برضو مش هبقى في حلول هي دي طيب احنا هنا بنتكلم على مش بس ثقافة فوز يعني أنا كنت بقول أنه يعني أنا مكان جمهور وقعد بتفرج بتابع النادي الأهلي مستني الفوز ده شيء طبيع ومنطق لكن مستني حاجة مهمة جدا مع الفوز بالمباراة المتعة أنا عايز كورة الأهلي تمتعني وده حتى في المطشاط المسلماني يمكن في المطشاط الكبيرة قوي بيبقى عنده يلعب بيبقى حضر فيها كويس جدا بنوع ما عرف ليه في المطشاط اللي بيقى فيها الخصم مش اللعيبة ده العيبة ده مش جهاز ده العيبة ده تركيز اللعيبة اللعيبة أهم مالك ماتشاط تراجي ماتشاك نهاية أفريقيا تركيز تركيز اللعيبة وصل مية في المية بردو نتكلم مبارح ده جهاز فاني بردو أكيد جهاز فاني بردو هيشتغل كام في المية لكن اللعيبة ينفس في الملعب حاجة ثانية مبارح لو بصيت معي على الفرقة والإحتياطي ندري مبارح محمد محمود بعيد جدا عن المبارات وكان صعب جدا نشتراك في مره زي دي صعب جدا راجع من أصاب خارج ملعب في ماتشا أفريقيا فكان عنده الحلول المبارح قليلة قليلة جدا طبعا أنا مش بندي العوز انا فهم احنا عشان بنشتغل في الكرة لما نيجي منبص المباراة منبص غير المشجع اللي هو عايز يشوف شكل الأداة وشكل النادل لأن نحن نبص تتكلم شوق أنا لما جيت بص ما عنده حلول فعارف انه يجي وليس يفكر طهر محمد طهر وقفشة برضو بداية موسم اللعيب من دولها مش هشتغل أكتر من 60 75 70 دقيقة بكتير قوي فلازم يتغير فلازم يفكر طيب من اللي هيشتغل معلول آه لسه جاي لعيب دولي ومشط المنتخب دي مدياله لقق بدانية أعلى فهيبدأ ممكن يشتغل في الحتة دي فخلى معاه أقرم برضو جاي مع المنتخب فعنده لقق بدانية أعلى شوية منهم فحطوا احتياط النص الملعب وبقرأت لو حصل أي مشكلة فالحاجات دي كلها بتوصلك للأداء الفرقة بمارحة وإيه العوامل اللي وصلت المباراة بالشكل ده إذا كان الفرقة وهي بعض النجوم والإجهاد ومش الإجهاد بداية موسم والفرقة معك مش جاهزة وغيابات كتير جدا فأنت على قد القماشة عايز تعد الموتش ده اللي عيبة نفسها ووصل الله الأحساس ده إنه عايزين عادي وبعد ما جيبت جون هو ده اللي وصل أعزين عادي مس المباراة دي حنا كذب نحن ونخلص كده بعد نخش على الفرقة ترجع والناس الجداد يخش وتدعمات خش على الدوري والموضوع يختلف الزبوع الفرق بين المطشين الزبوع فرق بين مباراة الناجر ومباراة العودة هنا في مطر تتوقع أو شايف إنه في الإمكان يكون في فرق في نقلة ولا ما نستنىش وما نرفعش السقف الطموحات قوي عشان ما ننزلش إن شاء الله يعني أنا شبتكلم عن نتيجة تاني يعني إن شاء الله بإذن الله قادرين تماما في أسوأ حالتنا إنه نحن نحسب معادي إن شاء الله ما عنديش جمهور أهلي مش شاكك في ده لكن جمهور أهلي مستني المباراة اللي جاية كرة تانية هو بس سؤال إحنا لعبنا هل إحنا المتش اللي فات بدأنا كرة من تحت ما بدأنا نكتب طويل طيب لما كنا بننعب طويل يعني إحنا كناس ممودرين مسكين فرق في درجات مختلفة يعني فأنت بتيجي بتعمل سيناريو المتش بتاعك اللي جاي دوت وإنت لديك سيستم عموما أنت بتمش على السيستم بتاعك بتحفز اللعب في ماتش من الماتش في ناس بتيجي تلغط عليك ضغط عالي ولعبك كويسة جدا وإنت بشكل تبدأ من تحت تمام فبتغير السيناريو بتاعك بس بشكل تاني انت تلعب على طويل طيب بس أنا ما هلعب على طويل المفروض هلعب على طويل عشان يبقى لا ناتج ولا هلعب طويل وخلاص أنا مبارح كل الكورة الطويلة مع هذا اللي اتعاملت من ياسر لشريف راح انفراد طبعا الناس طيبة جدا بتاع الفرق التانية لكن كل الكورة تانية اللي تعبت شريف لوحده بينه وبين الاتنين اللي تحت او الاربعة اللي تحت سحات كبيرة جدا شريف يستلم ويلعب أو يزحلق بكورة لازم اوج اوج جناحين يضموا اذا كان طهر محمد طهر او كهربا يكملوا على الجون كان فيه مسافة بعيدة جدا هو المسافة البعيدة دي بتهالي بقيت كل كاعة كده في الفترة الأخية يعني لما تتفرج على الفرق اللي بتقدم كرة ممتعة على مستوى العالم وده اللي احنا نستنين دايما من نادي الاهلي بحيس انه الفرقة المسافات بينهم او المساحات اللي بينهم دايقة جدا خطوط الفريق التالتة قريبة جدا لبعض القدرة انت تستحوز وتمنع القصمة من الاستحواز مرتبطة دايما بانك تدايق المساحات مع الاهلي المساحات شاسعة وفي مواقف كتير جدا بتلاقي قدرة العيب على التصرف في الكرة ما عندوش حلو يعني بداية من انت تلاقي اللعب نفسه يلاقي حل انه يبقى قدامه زميل واثنين وثلاثة عشان يختار الافضل منهم انه دا مش موجود اساس وبالتالي اللعب يحاول يتخلص من الكرة ويبقى قدرتك على الاستحواز او خلق الخطورة صناعة الخطورة تقريبا شبه معدوم الشغلانة عندنا شغلانة فيها عناصر كتير انا كمدير فني بشتغل على حاجة زي الاستحواز ازاي ازاي وبعدين الاستحواز دا بقسموا التلت الاولاني والتلت التالي والتلت التالي يعني تلت الاولاني هبدأ ازاي واطلع ازاي وبعدين الوسط هيوصل الكورة للناس التلاتة اللي فوق ازاي ولما هاخد التانية لازم مفهومة وانا بعمل الطويلة دي الراجل ايلي محفظني وهي تتلعب لازم اروح اقرب لشريف على الرغم من انه برضو واحدة من مقدمات مسيماني كابتر احمد كانت كورة سانداونز يعني فرقة سانداونز اتعرفت على مستوى القرى الافريقية تحت قيادات مسيماني ونفست على القاب افريقية تحت قيادات مسيماني ولعبة احلى كورة في افريقيا وما زالت يمكن لغاية النهاردة بتقدم كورة حلوة جدا في افريقيا من فترة مسيماني فالناس برضو كانت متوقع مع مسيماني انه فهمنا السنين اللي فات المسيماني الاخيرين مهم من حق اللقب الضغط المطشط لكن امتى النقلة دي او شايف انت زي مسير مسيماني يقدر يعمل البصمة اللي عملها مع سنداونز مع النادي الاهل انا عند اي مدير فني بيجي بيجي يشتغل بيدي السيد الروهين في المباراة السيناريو اللي هو متعود عليه اللي هو مسير مسيماني بتعود عليه اللعبة القصيرة والوسيط سنداونز والنادي الاهلي في بعض المباراة والاختراك من الداخل مع افشا متحلقات محمد شريف حسيني من جوة الشغل اللي من الداخل. الفرقة اللي بتضيقك الفرقة اللي تحت في الدورة. اللي جاية تاخد بينك بونت. بتلعب عليك زون ديفنس بتعملك مشكلة قوية جدا. لكن الفرقة اللي بتهجمك. يعني اللي انت بتلعب مثلا الترجي. بتلعب نادي الزمالك. بتلعب اي فرقة تقدر تكسبها عشان بتهجمك. لكن اي فرقة بتلعبك زون ديفنس بتعملك مشكلة. وبتضيق منك ابنات. انا اي فرقة هسجل فيها هتضطر تحجبني برضو يا كابت نحن. ده ده كويس. اه اه. اه. احنا عليش. وبعد ما تحجبني. وبعد ما تحجبني. ومش وفتاد ناسب لها مساحة انها تسجل فيه. لا. دلوقتي انت مسلا نفتكر مباراة الجيش في الدوري. مباراة الجيش في السوبر. وصلوا المباراة ايه? للتعادل. وهتلاقي مباراة كتيرة بالشكل ده. الشكل ده بقى لما اي فرقة بتلعبك كده. انا كمدير فني لازم اكون محضر. محضر مش في المباراة بس. لا. محضر في تدريب. اسلوب تاني. اللعبة من الجناب. احنا عندنا مشكلة قوية جدا. مش بتكلم في في النادي الاهلي بس. بتكلم في مصر. احنا عندنا مشكلة التصويد. ما عندناش حد بيصاوب في مصر. مفيش لعيف نص ملعب في مصر دلوقتي. قولي بيمسك الكرة. بتجيله كرة بيفكر انه يشوت. او مش بيشوت. لا اه ممكن يشوت. لا اه ممكن يشوت منتخب مصر. بتتشط كم كرة عجون. احسب كم هدف جسة نادي في الدوري. مفيش. عندنا قافة بالكرة المصرية الموضوع ده. فبتكلم بقى دلوقتي احنا ما عندناش النقطة دي. لازم بقابة النص الملعب. تفكر في الحاجات دي. لازم يتمرنوا عليها. اذا كان حمدي. قافشة عنده النقطة دي. قافشة لما بيجي اي فرصة. بيشوت. بيشوت على طول. عندك السلية. ديانج. حمدي فتح. عندهمش دي خالص. خالص. لا دي الزمالك. لا لا. السلية عنده. شوية. السلية عنده. السلية ده السلية جاب شوية تجوان من تصويب من بره. اه ما ما قادرش اقولك انه يعني تريد مارك. لكن لما بيعملها بيعمل. احنا عايزين نزوج لان الترق الدفاعية دلوقتي اللي بتقابلك في الدوري. انت بتاخد بدورة افريقيا. ليه? عشان كل الفرقة اللي بتلعبها. لازم لازم تعمل نتيجة اجابية عشان تكسر. لكن الدوري اللي بيضايع منك بونت بالزول الديفنس. لازم تفكر في طريقة جديدة. لازم تفكر في موضوع الاجناحة. دلوقتي انت اللعبة كل الاجناحة اذا كان حسين الشحات طهر محمد طاهر. بنعمل كام كروس. كام اوفر. عندك مين دي بيكمل مين المميز في الكور الرقصية. عندك محمد شريب بدأ شوية. ساعة السلالة لما بيكمل في الكور السابتة. احنا عندنا مشكلة برضو في الكور العرضية. واللعب المميز في كليدرز. فاحنا عندنا طريق لعبنا. اللي هو الاختراق. لازم نعمل طرق بديلة للفرق اللي بتعدى في الشق المختلف. تزديد من خارج المنطقة واللعب العرضي. لازم. 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 لازم اشوف العيبة تكون مميزة في الحاجات دي. طيب. ده شجر على المدى الطويل. ده مدى القصير. عندنا مطش مهم يوم. انا قلت يعني مطش. الجماهير مش بس منتظر تقاهل اهلي. منتظر كمان. اداء مختلف عن المباراة اللي شفناها في مبارات الزهاب. تشتغل عليها ازاي? وتشوف هل تستدعي تغيير في الطريقة? هل تغيير في التشكيل? تشوفها ازاي كابتان احمد? هي الفكرة تكملة الكابتان احمد اللي قاله. الفرقة هتيجي تقف ده من تومنتاشر. يعني شكلها صريح هتيجي تقف ده من تومنتاشر. نفس القصة بتاعت الاربع خمس مطشات بتاعت الدوري. السنة اللي فات. لازم الشغل العرضي كله نشتغل عليه. يعني بمعنى ان احنا واحنا معنى الكورة. لازم يبقى واحد عالخط ده. واحد عالخط ده. طول ما انت بتوسع العرض بتاع الكورة. وتزود المساحة بتاعت الناس. تفتح. طول ما انت هتلاقي فيه حلول كتير جدا تقدر تشتغل عليها. لكن طول ما انت الونجين بتوعك قفلين لجوه. وبرضه عايزين يختارك من جوه. وزي ما كابتان بيقول ما كام تصويبه يعني لما تيجي تبص عليه مهمة الونجين او لو اكلمت على خط النص كله. كام شوطات شوطات مش هتلاقي في المارش اربع خمس متشوط. اربع خمس شوط. لكن لو احنا وصلنا ان احنا كله يعني التارفين بسوعة بزات التارفين اللي فوق. وقفينا على الخطوط هيعملوا لنا حلول كتير جدا تقدر تعمل جوه اثنين وثلاثة منه. فهي دي الكسة. وهو ده برضه المشكلة اللي ممكن تحصل لك السنات. ان الناس كلها تفضل الافلة تحت. وترسلك الناس بتوعك العشرة بتوعهم موجودين. لازم حلول هجومية. لازم اغير تنوع في الحلول الهجومية. الناس منتظر الحلول الهجومية مع دخول الاوراق الجديدة. لكن طول ما انت بتلعب بالاوراق المحدودة اللي قدامك ومطلوب منك اداء ومطلوب منك نتيجة دي علامة استفهام. التشكيل. الطريقة تتوقع انها يبقى فيها تغيير ولا تراهن على نفس الطريقة واللعيبة اللي للاعبة مطش المباراة الزهامة. لا اظن انه يلحق يغير في حد. ممكن يبقى فيه تغيير بيحصل قفل في المواتش. لكن البداية اظن هم. في محاولات انه قفشا يعني يكون موجود في مباراة. صعب برضه. صعب. صعب. يعني الرجل يبقى صعب شوية عليه. ممكن ياخد بس ياخد وقت اقل شوية يعني. يعني ياخد طايم تلت خمسة وعشرين ديئة. لكن ما اظن انه يبدأ بيه يعني. هي الفكرة كلها ان الفرقة ضعيفة. عشان بس من برضه لكن لو ما احترمتهاش ممكن على فكرة ما تسعدش. يعني يحصل مفاجأة يعني. حصلت قبل كده. اه يعني. حصلت يعني مش معنا بس. مع الناس موادي في العالم يعني. الكرة ملهاش كبير صحيح. فلازم تحترم الفرقة عشان برضه ده ماتش مهمة هيوديك لدور تاني خالص. لكن هي الفكرة زي ما احنا عنا بنتكلم. اللي هو قدام. يعني شكلنا قدام يبقى عمل ازاي. تروا هنا على ايه في الماتش اللي جاي كاتت نحن. لا لا اللعب بص. لعابة النادي الاهلة ما بتحطوا تحت ضغط وعارفين ان الجمهور مستني منهم حاجة. لا لا التركيز بيبقى اعلى. والطموح. اللعابة النادي الاهلة التموح خلاص افريقا بالنسبة لهم النهائي. فهما لا طبعا عارفين ان المسئولية طبعا في المبراء دي. انا شايفها المبراء ان شاء الله محسومة وسهلة باذن الله. لان اللعبة هتنزل والتركيز هيبقى اعلى شوية وجدعانة شوية. انا اتكلم في نقطة الروح شوية. انا مستغرب شوية من المسم اللي فات. مش هي دي الروح بتاعت النادي الاهلة. مش هي دي الروح. هل هو التعب اللي بوصلنا لكده. في اوقات معينة الروح دي. بحط نفسي في اوقات مكان اللعيبة بحس بجد ان انا مستنزف. يعني يعني. مش قادر. مش قادر. لكن انا مسلا اقول لك بشكل تاني. هي الروح دي بقوة. لما مسلا انا داخل خناقة. لو انا تعبان. مش قادر. هتضرب. لكن في الكور المشتركة فعلا. لعيبة النادي الاهلي تحس ان كلها مش بتاعت النادي الاهلي. دي كلنا احنا مميزين فيها قوي. مميزين قوي في الكور المشتركة. مميزين قوي في الكورة التانية كمان. لما بكورة ازجان هجوميا او دفاعيا. بترد تلاقي لعيبة نص ملعب بتاعنا قريب من الكورة. بيستحوزوا على الكورة. الفترة دي روح اللعيبة حاس اللي هي مش هي دي بتاعت النادي الاهلي. محتاجة دي من ايه بقى دي بتيجي بزاي. الكلام الكتير مع الفرقة. آآ كابات الفرقة. زكان الشناوي. وليت سلمان. اللعيبة الكبار دي. هم اللي بيجمعوا اللعيبة. ولازم يفوقوا اللعيبة. واحنا 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 واحنا. آآ كابتن ساد عبا حفيظ. سامي قمصون. مجلس دارة النادي الاهلي. كل الحاجات دي هي دي بتوصل اللعيبة وروحها. انه هي بروحته بشكلها مختلف شوية. اللي انت بتتكلم ده. في تحديدا كابتن احمد هو معضلة المسم ده. لان المسم ده اصعب. يعني احنا طبعا المسلمين اللي فاتوا. والمسم الاخير بالذات كمان. كان صعب جدا واستثنائي وما شوفناه ازايه في التاريخ. لكن فيه توقعات كهان المسم جاي كون اصعب ما المسم اللي فات. اكيد. هتتعامل ازاي يعني يعني. 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 عيبا نفس المشاكل واجهاد ومطولة تجايبك وعشر بطولاته ومنتخبات. ولعيبة المنتخبات بالذات اللي هتقاسي وهتوبع عندها مطشاط كتير جدا. كل مشاكل دي هتقابلها برضو. بس محتاجة ايه الجدعانة بقى هنا. الجناز من الجدعانة. والرجولة. وعلى فكرة لما بتقول كمان كسبان بطولة غير لما تقول خسران بطولة. كسبان بطولة تغزبا عنك مريح شوية. لكن انت خسران بطولتين دوري وسوبر. والجمهور زعلان منك. وانت عارف ان الجمهور زعلان منك. لعيبة بشكل مختلف. رأيك ايه ردود افعال الجمهور كابتان احمد رادوان? احنا جمهور. فاحنا زعلانين عشان الكصة برضو احنا عارف. الرصيد قرر بيخلص يعني. هو احنا. بيخلص ابدا كابتان احمد. لا بتاع المجموعة دي. اه نشد اه. بتاع المجموعة دي. اه نشد اه. بتاع المجموعة دي طبعا. انا بتتكلم على الفترة بتاعت يعني بايلر وبعد موسماني شوية. ان احنا اتنين افريقيا ودوري وكاس. ده جيل ده لو حط اسمه في افريقيا السنة الجاية. طبعا. الحد واشر. هيبقى من حط يعني من اعظم الاجيال. يعني ده جيل مسترم جدا. والعيبة هاي لو احنا مش عزين نقص عليه. بس احنا برضو. تكملل الكلام. احنا عندنا بطولة زي بطولة الكاس. وده ممكن يتقال من اول الدولة على الفكرة اولا. انا مش عارف الكاس ده لسه كنت بكلم مع عزومة. احنا بايلر. اعموما الناس برا. اقول لهم الكاس ده هيكمل. اقول لهم يكمل امتى ما فيش وقت. انا ما ظنشو مهيك. اه. ما اعتقدشو برضو. هي الفكرة برا الناس مش مضووطة زينا. مضووطة. بس بيعملوا ايه. وبيقربوا رقم اثنين ده ازاي. بيبطولة زي الكاس. يعني بتقول لفربول ده لما تيجي تبص على المشاطة الكاسة. هتلاقي فرقة تانية بتلعب خاصة. اه. اولا بتدي ثقة وبتدي وبتقرب الرقم اثنين دوت ان هو قريب من رقم واحد. ام. وبتشوفه. عشان لو انت عايز تحطه بعد كده في فرقة السية. وفي نفس الوقت انت بتريح اللعيبة بتاعتك المستنزفة. بس في مصر هنا العقلية مختلفة. لو اتكلمت كابتن الاول من الموسم. اكيد. يعني انت كمدير فني لو قلت انا هلعب على الدوري. نازم تهيى جمهورك. تهيى جمهورك. الموضوع يبقى. لكن الجمهوري النادي النادي لا يقبل الا اي بطولة يخشها. بس انا يعني الجمهور بتاع الاهلي بيفهم. يعني الناس لما بتيجي انت بتتكلم معهم. يعني انت حضرك قلت في حتى في الاول خالص. الناس مزعلوش على الموضوع الدوري. ليه؟ عشان تحصل الظلوف. احنا مزعين نعيش. ليه؟ لان انت عندك برضو خدت بطولة افريقيا. وخدت وشفت بعد كده ان كان عندك مشكلة كبيرة جدا في تلعب كل 48 او كل 3 يام تلعب موتش. فطبعا العب السنزفة. فده حل من الحلول ان انت ممكن بطولة زي الكاس دي مش لازم تلعب بالفولتين بتاعك. يعني لعب بالناس. انت عندك برضو مجموعة تانية بتلعبش. لعب بي قربها. يعني ناصر السنة اللي فات. لو كان بيلعب بطولة زي الكاس دي. زي ما كان زمان احنا كنا ايام وزي. كان بيعمل اي في الكاس. كان بيدي الامير عب حميد الكاس كله. ده اوروبا كلها كده. العرس التاني ده بياخد مطول الكاس. طب انا بتكلم بقى على مكان مكان. هتلاقي فيه هدوء شوية مع اللعيب الاساسي ده برضو بيرايح شوية. وفي نفس الوقت الرجل التاني انت انت بجهزه. بياخد فرصة. بياخد فرصة. نختم بكلمة لعبت الاهلي قبل مباراة السبت اللي جاي. يعودوا مع بعض شوية. يعالوا التركيز شوية. يحاولوا صالحوا جمهورهم بالاداء. مش بالنتيجة بس. جمهور النادي الاهلي محتاج يتفرج على كرة ممتعة. طبعا يدوا الثقة برضو في مستر مسلماني. وبرضو الرجل عمل معهم نجاحات. فدي بتبقى الجهاز الفني واللعيبة بتبقى أسره. لما حد فيهم بيحس انهم عزوزوا شوية بيتزاودوا ثقة. فاللعيبة بيحتاج الوقت ده يدوا الثقة لمستر مسلماني. احنا طبعا بنصق فيكو جدا جدا. انتو اللي بتفرحونا. احنا زعلانين عشان احنا عارفين ان انتو تقدروا تعملوا أداء أحسن من كده بكتير. فاحنا زعلانين عشان كده. مش عشان. انتو لو اقل من كده او احنا شايفين ان انتو ما تقدرواش يعني عندوكو أداء وعندوكو نتيجة ما كناش طلبنا منكو. لكن احنا عارفين ان انتو وعملتو الكلام دوت مع فرق كبيرة وكسبتو تراجدي وزمالك. وفرق كبيرة جدا في افريقيا. فاحنا بنصق فيكو. احنا عايزين بس الأداء يرجع تاني عشان اطمئن على سيزو ان شاء الله. صحيح ما فيش شك في الامكانيات وما فيش شك في القدرات. لكن منتظرين المباراة اللي جاية. مش بس أداء كويس ونتيجة كويسة. لكن بتهيالي كمان الجمهور مستني يتطمن على فرقته في موسم جديد جدا وصعب جدا. منتظرين في انجازات ان شاء الله بإذن الله. طليق بالامكانات اللعيبة الموجودة وطليق طبعا قبل اي شيء باسم النادي لها. بشكركم شكرا جزيلا. شرفتونا ونورتونا. كان نفسي يكلم معكم شواء المنتخب مصر. بس ان شاء الله بإذن الله يكون هناك فرصة تانية ولقاءات تانية. ومبروك ان احنا عدينا من عنق الزجاجة مع ليبيا طبعا. وان شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أحسن. بشكر حضراتكم على المتابعة. نتقابل ان شاء الله في السادسة في حلقة جديدة على كل خير. تحياتي لحضراتكم.